السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً كلياتنا منعرف Redis كdatabase تستخدم للكاشينج ولأشياء أخرى مثل مثلاً موضوع ستريميج جوجل كلاود بلادفور مثله مثل أي كلاود بروفايدر بيوفر خدمة Redis تحت سيرفيس اسمه Memory Store طبعاً Memory Store فيها two services Memory Store for Redis وفيه Memory Store for Memcache نحن اليوم رح نحكي عن Memory Store for Redis طبعاً Memory Store for Redis هو بكل اختصار عبارة عن Managed Service Fully Managed Service Fully Managed Service Powered by Redis in Memory Data Store يعني ما هي خلنا نقول كبية عن Redis لا هي Powered by Redis Open Source بتعتمد على Redis Open Source يعني مثلاً Redis صار Virgin 7 بتكون هي Virgin 7 كما صار تسعة بتصير تسعة ما هي مثل مثلاً Service Shadow لRedis في جوجل كلاود بلادفور وإنما هي Redis ولكن اسمها Memory Store for Redis وطبعاً هون هي بتدعم الـ Open Source Platform أو الـ Open Source Virgin الـ Enterprise Redis هاي عاد موجودة كلاود سيرفيس بتقدمها Redis Company التلف طيب من الفيترز أو من الأدفانتجز اللي بتوفرنا ياها Memory Store for Redis أنت بإمكانك يعني كلاود يوزر أنه تاخد خلنا نقول كومبيوت انجين على جوجل كلاود بلادفور وتسوي كلاستر لRedis أو تسوي يعني وان سيرفر وتسوي سيت أب لRedis Open Source لكن مع توفر Memory Store for Redis اللي بتوفرها جوجل كلاود بلادفور فيه أدفانتجز لهذا الكلام أول شغلة يعني ما في داعي تروح تسوي كومبيوت انجين وتسوي سيرفرات وتدفع أصلا حق السيرفرات وانت يمكن أصلا ما بتستخدم 2% من الـ Capacity تبع هاي السيرفرات وبالتالي يعني انت الآن بتحتاج مثلا تسوي خلنا نقول increase للميموري بتحتاج تزيد عدد الربليكة تبع Redis بإمكانك هاي عبارة عن configuration في Memory Store for Redis الثانية هو easily scale to get blazing speed طبعا السبيد اللي بيأمنه Memory Store for Redis أو السرعة بتعتمد طبعا على حجم الـ Data اللي عندك بتعتمد على الميموري اللي allocated للميموري store for Redis بتعتمد على number of replicas مثلا اللي انت بتستخدمها في Memory Store for Redis highly available and more secure طبعا highly available ليش؟ لانه انت بإمكانك تستخدم Memory Store for Redis بطريقة تطلب منها تطلب من جوجل كلاود بلادفورم انه يساوي لك high available solution لاحظ بنو ما تضطر تسوي سيرفرات وتسوي Intel setup بنفسك ومور سيكيور لانه بيدعم كثير أو بيدعم كل الـ Configuration العلاقة بالسيكيوريتي على Redis بلس بيمنعك انه تخطئ في بعض الـ Comments وهي disabled أصلا على Memory Store for Redis وأكيد هي أكتر سيكيور من انه انت تاخد Compute Engine وانت تسويها بنفسك يعني هي ما هي خلنا نقول My Memory Store for Redis سيكيور أكتر من Open Source تبع Redis لكن هي سيكيور أكتر من الـ Setup اللي انت راح تسويه على Compute Engine مثلا طبعا Redis Protocol Compatible المقصود فيها هون كل الكود اللي انت كاتبه على Open Source Redis أو على Redis easily أو حتى مو easily بس غير الـ Connection String على Memory Store for Redis وبيشتغل يعني ما في داعي تسوي تعديل على الكود بغض النظر انت كاتبه بـ .NET بـ Java بـ Python إلى آخره مجرد مجرد مباشرة ما تسوي change للـ Connection String على الـ Cluster تبعا Memory Store for Redis بيشتغل بعد ما تسوي Configuration للـ Network والـ Security وإلى آخره ما في داعي تغير كود لأنه انت راح تنتر من Open Source إلى Memory Store for Redis وبالتالي لازم أغير كود لا أبدا هو 100% Redis Protocol Compatible حتى هو compatible مع آخر مع الـ Up-to-date Virgin تبعا Redis يعني في Redis released مثلا Virgin 7 بتلاقي مباشرة Memory Store for Redis supported Virgin 7 وهكذا طبعا Memory Store for Redis ما بتدعم AOF Unbend Only File Persistence نحن بنعرف إنه في عنا شي اسمه RDP وفي عنا شي اسمه AOF بـ Redis Open Source اللي هي بتدعم الـ Persistence هون Memory Store for Redis بدعم بس الـ RDP وبدعم شي جديد ما هو موجود في Open Source اسمه Export الإكسبورت هذا بيساعدك تاخد Backup عن Memory Store عن Data الموجودة في Memory Store Redis طبعا إنهم أسبابهم ليش ما بدعموا هذا الكلام ويمكن بعد ما تشتغل على Redis Instance و Memory Store for Redis رح تكتشف إنه أصلا أنا ما بيحاجة لهذا الموجود طيب البراميترز اللي موجودة في Redis واللي applied على Memory Store معظمها pre-configured pre-configured وما بتقدر تغييره ليش؟ لأنه الكلستر الكلستر managed وRedis Instance managed by Memory Store فما بيخليك تغير الـ Configuration اللي related للأشياء اللي إلي علاقة في الـ Setup لكن بعض البراميترز اللي العلاقة في موضوع خلنا نقول اللي يعني مثلا Security الـ OAuth بيخليك تغير البراميترز الـ RDP بيسويها Enable Disable إلى آخرين وهنا في عندهم لستة في الأشياء الـ Pre-configured و Not-Changeable بإمكاننا نطلع عليها ونشوف الأشياء اللي هي sealed by Google Cloud Platform بعض الـ Comments ما هي خلنا نقول يعني Available وهي Blocked طبعا هنيك فيه براميترز وفيه Comments طبعا الـ Comments اللي هي مثلا والله أنا بدي أغير الـ Cluster بدل سيرفر أسوي سيرفرين مش عارف إيش هدول الأشياء كلها Blocked ما بيخليك Google Cloud Platform أو Memory Store for Redis تشتغل عليها لأنه غالبا أنت ما بتحتاجها أصلا طيب أنا Memory Redis Memory Store for Redis منين بقدر بستخدامها؟ بتقدر استخدامها من كل هدول الإيش الـ Environment App Engine Flexible Environment App Engine Standard Compute Engine يلي هو السيرفر VM تبع Google Cloud Cloud Function Cloud Run وكوبرنيتز يعني غالبا هدول هنن الـ 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 Services اللي أصلا أنت بتحتاج تحكي فيها مع Data Base وبالتالي أنت قادر تستخدم Redis أو تسوي عليها Connect من واحد من هدول باستخدام Redis Client طبعا المقصود بـ Redis Client هو Redis CLI أو باستخدام أي خلنا نقول programming language تستخدمها مثل .NET ولا Java بحيث تحسن توصل تقرأ وتكتب من Redis وبريد منوها قبل ما نحكتم الحلقة إنه Redis Engine هو نفسه الـ Redis اللي أنت عم تستخدم Open Source فبإمكانك أنت الـ Commands على طوية Set Get List الـ 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 لكن مثل ما أنه في بعض الـ Commands Blocked وغالبا هاي الـ Commands العلاقة في الـ Administration وبعض الـ Parameters اللي بتتحكم في Redis نفسه والـ Behavior تبع Redis كمان Preconfigured و Sealed ما بتقدر تغيرها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى